يسعد وقتكم و اهلا سهلا بكم اليوم سوف نقوم بمعباد راس العيد انا مجهزة هنا كيلو من الطحين طحين هذا لجميع الاستعمالات او هو نفس المستخدمه نلقاته انا احكي المقادير و اكتبه كمان تحت بصندوق الوصف سوف اتجده مكتوبة عندي هنا كاسة واحدة سوف اعجيكم اللون كيف يختلف شايفين هذا هنا سوف اعجيكم من الطحين الفرخة الذي يكون سميد الناعم مثل الطحين والثاني سوف اعجيكم الاخشن سوف اعجيكم اللون اوضح شايفين كيف يمكنكم ان تضعوا كامل الكاسة من هذه او تستخدموا اتنين مع بعض خلطوهم مع بعضهم وضيف كل النواشف سوف اضعوا معلقة واحدة من اليانسون الحب هذا اختياري سوف تضعوا حب او لا سوف اضعوا معلقة كبيرة من اليانسون المطحون معلقة كبيرة من الشمرة او الشمار كفية شوية لتصير معلقة كبيرة هالشكل هادا عندي بمعلقة الصغيرة راح حط المحلب هذا كافي المحلب بهالمعلقة بس وبحط كمان نفس المعلقة الصغيرة وبحط جوز الطيب المعلقة الصغيرة والبهارات اللي انتو بتحبو تحطوها فيكم تحطوها هذا يعني على زوقكم راح حط كمان زرف من بكم بودر معلقة واحدة من الخميرة بس معلقة كبيرة ممسوحة بهالشكل واخر شي بدي حط رشة الملح هاي هي كل البهارات اللي انا بدي اضيفها رشة ملح بسيطة راح حط بيدي بشان ما انغدر هالشكل بس هالقذ وبخلط كل النواشر بمع بعضهم بلشة الريحة تطلع ريحة بتجنن ثلاث كاسات من السكر هاي كاسة نفسها اللي بستخدمها معيار لكل شي يعني هي للسكر للسمنة للزيت لكل شي بخليها الكاسة نفسها بيستخدمها لكل شي هاي نفسها بدي انا ثلاث كاسات وحطة كمان هون ثلاث كاسات من الحليب سخنتهم شوي صغير يعني بدون يكونوا دافين لحتى الخميرة عندي تتنشط وقت بدي حط انا عليها راح حط هدولة هلا محط كامل الكمية من الحليب بحط قسم نص الكمية تقريبا وبحلهم على جنب يعني شوي هيك لحتى يدوب عندي السكر بدي هلا استخدموا خلطوا هيك شوي لحتى يدوب عندي السكر طبعا الحالة مثل ما بتكون انتوا يعني انا حاطة ثلاث كاسات ممكن تحطوا انتوا اقل او اكتر هذا بيرجع للكم بس لان هدول القراث مان المحشيين ايشي فنحنا نخليهم شوي يكون حالة هون زايد راح نرجع للطحين انا مجهز عندي هون كاستين من السمن مثل ما انتوا شايفين بس هي تاركتها شوي ناقصة لانو راح احط عليها زيت عادي زيت النباتي زيت المازولة يعني او اي زيت كفي هاي الكمية بس زيت بالشكل وبحطهم كلهم هلا وبصير بعدين بسون بايدي نسيت حط انا حبة البركة او حبة السودا هاي يعني كمال اختياري اللي بحبي حط اولا تقريبا معلقة كمان معلقة الاكل بس انا حطيتها بالغطاء بشان سهل على حالي وبصير بعملون هيك بها الشكل هذا لحتى السمنة تتغلغلب مع كل حبة السميد والطحين هلا راح نحط الحليب والسكر انا اه اه يعني اقلت لكم حليب بس فيكم نسوى كمان بالمي يعني ممكن نعمل نعجن بالمي بدل الحليب راحط شوي شوي واعجن اه better better yeah better all you you موضوع حليب لانه قوامة كثير زريف صار انا هاي بدي اتركها كمان شي ساعة بنرجع بنشتغل فيها مع بعض بيحطها على جنب وبغطيها لحتى ترتاح بتنفخ شوي وبعدين بنرجع بنشتغل فيها مع بعض بعد ساعة رتحت عندي انا العجينة رحطوا شوي طحين بس على الطاولة محل ما بدي اشتغل فيكن تعملوه هيك بايدكن او بالشوبك الحجم اللي بتكون ياه طبعا هادول ما بنعملون كتير القاء شوي بكونوا اسمك بالعادة يعني من الكعك او اي نوع تاني بنعملون سماكة يعني تقريبا سانتي او اكتر شوي او اقل شوي صور هيك كافي بتطعون انا عندي هذا تبع بريق الشاي رح اطعون فيه زبدية او كاسة او اي شي عندكم ممكن تقطعوا فيه نعملون مثل القراص نضغط عليهم هيك بالشكل من الحواف بالاصبعتين بالشكل انا مجاهزة الصاج داهنتو شوية زيت بدي دخلونا حتى دخلونا على الفرن انا رح انقشهم بهاي ما عندي يعني مثلا انا الالب يلي ما عندو الالب فيه طبعا ينقشهم بالشوكة بالسكين بايشي خلص هيك عندي القرص انا صار جاهز بها الشكل بحطن هلا هون كلهم بحطن بالصاج رح جرب به هات بس رح اعمل واحد تاني قدامكم كيف نعمله نمسك هيك هالشكل يلي عندو الالب يستخدم الالب عادي حتى اذا ما حبتو تعملوون هيك بهالشكل ممكن تخلوون مفروضين وتعملوون بس بالشوكة يعني بهالشكل هادا عصر ما بتكون انتو هلا بنهيوون كلون وبرجع لكم بعد ما انتهيت منهون هلا بدي دخلونا على الفرن حمي الفرن انا على درجة حرارة مية وثمانين بتحموه قبل ببعشرة دقايب بحطوهن بشغل عليه من تحت ومن فوق سوا بس انا بدي اقول لكم انا استخدمت هدولي كمان تبع ورد الشام لانه ما عندي قالب فاقلت يعني بدي استخدم ايشي عندي يعني بدي حاول استفيد من ايشي متوفر عندي مثل هدول شايفين كيف فعملت فيهن هدول الاشكال انتو شو متوفر عدكم فيكم تساوون هلا بندخلونا على الفرن وبس طلعو بنارجيكم شكلو كيف رح يكون طلعتم من الفرن اخدو هادا اللون اللي انتو شايفينه وتحملو معي تقريبا 8 دقايق حسب فرن كون انتو فيكم كمان تشغلو من تحت بالبداية وبعدين من فوق هلا بس يبردو بنقطع واحدة وبنشوف كيف رح يكون شكله هاد شكلو النهائي للقراس طلعوا معي تقريبا 35 بهذا الحجم اللي انتو شايفينه رح ارجيكم يا كيف شكلو بيكون طبعا ريحة بتجنن انا الصراحة بعضهم سخنين يعني انا بتمنى انه يكونوا بردوا لحتى اقدر يعني يكون واضح اكتر الشغل وافتح لكم رح ارجيكم كيف بيكونوا شايفين كيف ريحتهم بتاخد العقل والطعمة بتجنن بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم اذا حبين تدعموني عملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تابعوني على القناتين قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر